ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي احنا يعني حنطلق أجندته دكتور مصفف مش كده أول الشهر ده ويعني في خلال الشهر الجاي حيكون بنتكلم في فعلياته أرجو انه هو يدي فرصة للمستثميرين ورجال العمل انه هم يعرضوا بشكل وباخر المصعب اللي بتقبلهم وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقبل يعني مستثمر ده مش عيب في الحكومة أو في الدولة احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان ما بقاش فيه مشكلة ابدا تعوق للستثمر اللي احنا بنتكلم عليه كل مشروع من دول هو عبارة عن ايه عبارة عن دخل اضافي مش للشركة اللي بتعمل لكل انسان بيشتغل جوه المشروع وده الهدف ان احنا حجم العمالة كبيرة اللي في مصر واللي انا اتصور ان تكلفته مش كتير يعني انا قادر اقول ان الامالة المصرية اجورها مقارنة باي دولة من دول العالم مش كتير يتبقى ان احنا اتكلمتنا مرضو هنا يعني في المشروع الاولاني بتاع الفستات بتاع اتقال ان احنا عن فيه مدرسة حتطلع يعني حتدربوا كده واحنا كنا قلنا رجال الاعمال احنا مستعدين من خلال المدارس الفنية اللي موجودة وفيه رجال اعمال عملت كده يعني فيه رجال اعمال عملت مدرسة وفيه رجال اعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظفها لصالح انتاج وتدريب حاجتها من العمالة يعني يعني علمتهم في المدارس ذات واخدتهم او بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم اللي انا عايز اقوله هنا ان احنا مستعدين نتوسع في هذا الامر ومنشجع رجال الاعمال على ده على ان احنا النهاردة ان يساهموا معنا انا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية انا بتكلم يساهموا معنا في ان هو مصار اعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية سوء العمل انا بتكلم في النقطة دي مستعدين احنا نتعاون معكم في هذا الموضوع يبقى اذا كنا بنتكلم على المنظومة الخاصة بالاستثمار من الاراضي وتخصيصها من الرخص بتاعة جهة الولاية وسرعة الانتهاء منها من العمالة الماهرة المدربة اللي ممكن تبقى عندها مشاركة ناجحة في العمل اللي احنا بنتكلم عليه ومدربة بشكل كويس